بسم الله الرحمن 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 الرحيم لسا معكم من جونة 2011 بربيتري فاليانت 1 والسؤال الاول سي بي only show that the gradient of your graph equals 5.7 تعالوا نشوف الجراف بتاعنا اللي احنا لسا رسمينه من شوية ادي الجراف بتاعنا نحاول بس ان نوسطانه شوية على الشاشة عشان نبقى شايفينه كلنا اهو تمام طيب تعالى قديك بعض اللي نشوفها نعمل ازاي نجيب الgradient وديك بعض التبس كده بخصوص حساب الجراديينت لما اجي احسب جراديينت انا بنقى نقطتين اناقى نقطتين يكونوا حلوين كده مثلا زي النقطة دي تمام والنقطة دي تمام حاجة كده تكون حساباتها سهلة وهنعمل ما بينهم مسلس بهذا الشكل large triangle كده تمام اهي اهي واهي تعالوا بقى نفهم ايه الوضع ده الوضع يا ولاد ان ازاي بنجيب الخط ده حاجة اسمها rise والخط ده حاجة اسمها run الrise نفسه هو y2 minus y1 هقولك ايه y2 minus y1 والrun هو x2 minus x1 القضية الادي ان دول النقطتين اللي انت هتعمل منهم الجراديينت النقطة دي انت لو بصت على حسبتها تلاقي ان ال x بتاعتها ب2.6 تمام ده ال x بتاعتها ب2.5 2.6 بعدها بهم 40 2.7 بعدها بهم 40 وال y بتاعتها ب16 تمام والنقطة دي النقطة دي ال x بتاعتها بصف وال y بتاعها بلسه احنا لسه مطلعينها ب1.2 من السؤال اللي فات تمام طيب بنقول ان ال slope بتاعي او ال gradient بتاعي equals the rise اللي هو y2 minus y1 على الرن اللي هو x2 minus x1 اللي هو x2 minus x1 تمام طيب يبقى احنا لو جينا حسبنا الرائز اللي هو y2 minus y1 اللي هو تعالوا بقى نحسبها في الورقة بتاعتنا انا عندي نقطة دي نقطة 2.6 و16 والنقطة التانية عبارة عن صف و1.2 يبقى هنقول له gradient او slope equals ال gradient equals y2 minus y1 على x2 minus x1 اللي هو 16 minus 1.2 على x2 minus x1 اللي هو 2.6 minus 0 لو حسبنا الحزبة دي محترمين هتطلع رقم جميل وظريف اللي هو خمسة بوينت ستة تسعة اللي هو equals 5.7 يبقى انا فعلا اثبت له اللي هو عايزه ال gradient بتاعي طالعه هو 5.7 تمام اه اه طيب في شوية tips كده صغيرين عايزين عايزين نقولهم بخصوص ازاي نعمل هذا الشيء وانت بتجيب السلوب في ناس بالغلط يروح جاي بنقطة من على الجراف وياخد ال y بتاعها وال x بتاعه ويحسبها slope equals y over x انتو شايفين ازاي ازاي انا حسبت السلوب بنقطتين يجي واحد يحسبها بنقطة واحدة يعني يجيب مثلا النقطة دي قديل ال y بتاعها ودي ال x بتاعه ويقول لي y over x خطأ ما ينفعش لا يا مستر والله انا عملتها مرة قبل كده ونفعت ايو انا هقولك هي بتنفع في حالة واحدة فقط لو الخط بتاعك straight line passing through the origin ساعتها هتقدر تجيب السلوب بنقطة واحدة انما اي حالة تانية غير كده لازم نقطتين y2 minus y1 على x2 minus x1 او زي ما بنسمي rise over run ده رقم واحد رقم اتنين في ناس بالغلط تروح جايبة نتائج من الجدول يعني ياخد نقطتين يبقى دي y2 و y1 و x2 و x1 ويحسب نتائج من الجدول بعيد تماما عن الرسمة برضو هذا الاقتراح غلط ليه لا والله يا مستر انا مرة عملتها ونفعت ايوة دي بالصدفة ليه امتى هتنفع الحالة اللي قدامي دي ممكن تنفع ليه ان كل النقط على اللاين القضية انك انت في بعض الرسومات مش كل النقط بتطلع بالزبط على اللاين فبالتالي لما اجي احسب الاسلوب احسب الاسلوب من حاجة مش على اللاين فما ينفعش تمام اذا حاجتين مهمين جدا لازم نتكلم عن اليوم دلوقتي يوم نعمان عم باتل انك تجيب لي الاسلوب بنقطة واحدة y over x تنفع في حالة واحدة بس له الخط بتاعك straight line and passing through the origin رقم اثنين يوم نعمان عم باتل تنتجيب نتائج من الجدول وتحسب من هالسلوب الا ان تكون كل النقط جاية على الخط بالزبط وده نادرا ما بيحصل ولو ان الحالة بتاعتي دي ينفع فيها هذا الكلام دي كانت نقطة بس كنت عايزة اوضح من حضرتك الرجل بيقولي state the equation that links the force will mass will extration مالهاش غير f equals ma تمام طيب use the gradient from c to find the mass افهم معي حبيبي السؤال افهم معي السؤال حبيبي مش السلوب هو الرايز اللي هو ال y over x تمام طب مش ال y هو الفورس وال x هو الاكسلراشن تمام يبقى قدر اقولك بكل بساطة ان السلوب السلوب اللي انت حاسبه او ال gradient اللي انت حاسبه هو f over a يبقى اكيد هو هو ال m او according to بما ان f equals ma يبقى ايه او يبقى اخد نفس الرقم اللي هو بكم اللي هو 5.7 واقوله جنبيها كيلو جرامز واقوله جنبيها كيلو جرامز يبقى الماس هنا هو السلوب لان السلوب هو f over a force over acceleration اللي هي ال y axis divided by x axis ودي لو جبناها بالرول اللي قابليها هتطلع هي هي ال m السؤال الاخير ايه الراجل بيقول لي ارسم لي والله حاجة هنا constant acceleration بكل بساطة constant acceleration انا قلت لحضرتك لازم تكون حافز جدا 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 الاشكال بتاعت ال speed time graph وال distance time graph لو حضرتك مزاكرة هتعرف ان اكتش انه هو straight line بالمناسبة مش لازم يعدي بالorigin ممكن تعمله كده ده برضو acceleration مفيش مشكلة معيه بس طبعا ما ترسمش حاجتين ارسم حاجة واحدة بس ده اولاد جابت السؤال الاول جون 2011 paper 3 variant 1 c و d و e اشتركوا في القناة